هبتدي على طول من قلب الحدث قبل الكنسلتيشن والاستشارات ايه اكتر نوع من التدريبات اللي بتطلب منكم كشركة تدريب او اللي انها بتعتبرها الشركات التحد ايه اكتر حاجة يعني فيها ازمة وانتو بتحولوا تصلحوها كان زمان دايما يطلب انه اهلوا الناس بدون قدرات اشتغلوا على المهارات بتاعتهم ده كان زمان الهاي المهارات السوفد سكيلز او المهارات البسيطة بتاعت المهارات الشغل ازاي بقى بيعمل الحاجة احسن ازاي بيعمل المهارة بتاعته بطريقة احسن التكنكيال الهتة التقناية دي المهارات التقنية انا القرآن دلوقتي وبعد اللي احنا strand اللي بيشتغل ده بني ادم فيه حاجات كتير قوي غير بس اللي هو بيعرف يع glasses هل هو كبني ادم فبقينا نتكلم عن تدريب الفكر زي الشخص يبقى بيتسئل أسئلة ما كانش بيتسئلها بلكن هو أنا مين أنا جاي منين هو أنا بحب عملية هو أنا بعرف عملية هو أنا جاي يعملية هنا إزاي نقدر ناخد الناس في سكك بنيسر وبنسأل أسئلة كتير قوي ليهم بتخليهم يعرفوا هو إحنا المفروض يبقى لنا هدف ولا ملناش هدف من وجودنا في الشركة دي أو في المؤسسة اللي احنا فيها دي ولا أنا مجرد حاجة موجودة في الشطران كده لا أنا محبوس يعني أول أنا محبوس تمان ساعات عشان تدوني أمورتي بالضبط فابتدي الطلب منها تدريبات ليها دعوة بالقيادة إزاي يبقى خائد مثمر في المكان اللي أنا فيه إزاي يبقى باهتم باللي بنسميه الورك لايف بالانس واكشة اللي احنا منحب نسميه لايف بالانس مش بس الورك لايف بالانس التوازن التوازن بالضبط إزاي أبقى بخلي بالي على صحتي النفسية أنا مشكورك قوي لأنك قلت إحنا بنسميه توازن الحياة مش توازن الشغل والحياة بالضبط لأنه ما كانت بتتقل كده كنت أنا برضو بتضيق بقوله والشغل ده مش حتى من الحياة ومش النص يعني عالية في حاجات تانية كتير جدا فشركات كتير قوي ابتدت تطلب أنواع مختلفة من التدريب اللي هو إزاي أقدر أخلي الموظف يبص على نفسه يعرف نفسه يعرف قدراته بالمهارات بتاعته في الشغل فيبقى بني آدم أحسن ويعرف يطلع شغل أحسن حلوان